دكتور محمد أقول لك ما وراء هذا القرار؟ يعني أولاً أنا بشكر حدك على طرحك الموضوع اللي هو في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع ذلك حيك تفضلت الموضوع من فترة طويلة جداً إحنا زي ما لظروف القصيدة حيك تفضلت بيها عندنا الموضوع الباب موارب لهو ممنوع ولهو مسموع مثل أنا كنت بروح صيدريات من سنتين وثلاثة يقولي ممنوع ندي حقاً لو يعرفني بيقولي ما يشي تفضل يعني يمكن الفترة الأخرانية يمكن فترة ظروف كورونا السيادلة كان لهم دور كبير جداً وقت ما كانت كل المستشفيات كانت قافلة عشان العزل وكانت كل إعادات قافلة وكان ما كانش حدها في أبعاد المرض لسه كان السيادلة كان هما في المواجهة وكان رويهم دور كبير جداً لكن قبل كده هل فيه قرار بمنع السيادلة؟ القانون المنظم لعمل السيادلة 127 سيادة 55 لم يمنع لم يمنع عطاء الحوان الحقيقة وإحنا يمكن أنا على المستوى الشخصي تقدمت المعالي الوزيرة السابقة باختراح وقلت لها يعني لابد من أنها تبيح للسيادلة إعطاء الحوان أو تمنع تصدر قرار بهذا الأمر الحقيقة تركت الباب يعني هندرس الموضوع ورد عليك ولم يحصل فضلنا طول الفترة ديت وإحنا منتظرين والسيادلة بيعطوا أي من بدورهم على أكمر وجه حد ما ظهرت المشكلة اللي ظهرت وطبعاً إحنا مش نتدخل إحنا نحترم أحكام النيابة العامة وأحكام القضاء ولا يتعيق لنا على هذا الموضوع بس المشكلة ما كانتش بسبب إعطاء الحوانة بسبب نوع الحوانة والله الموضوع التقريب الطب الشرعي يعني التقريب النقب العام الرسمي لسه لم يحدث لم يخرج وإحنا زي مرتاحة كان الموضوع أنا أصد أن الاتهام في هذه الدائرة وليس إعطاء حوانة بالأسف الشديد زملائنا المفتشات بتوعي الدواء المصرية زي ما يقولوا كده سلموا السيادرانية تسليم أهالي الجنيات نعم بلغوا وقالوا أن القانون المصري لا يبيح إعطاء الحوان للسيادلة وأن مبارسة الحوان دي مهنة الأطباء وهي لا يتعامل مع الجسم البشر تب استمدوا إذا كنت أحرضك بتقول لي ما فيش في القانون ما يمنعه ما هو ده الأغرب بقى لحدك لما تلاقي عندنا حاجة إحنا منين السيادلة كان لهم دور كبير جدا في أثناء أزم الكورونا ومنين في كل الحاملات اللي موجودة في حالي التطعيمات أو حالي الرئيسية كلها السيادلة اللي بيقوموا بيها وبيدد الحوان ومنين عندنا موضوع تاني وهو شرط أساسي من شرط الترخيص الصدرية وجود محرقة للسنون اللي موجودة طب يعني أنت تطلب مني محرقة ولازم موفرها وفي نفس الوقت كانت تقول لي أنت مش مسموح لك بأنك أنت تد حوان إذن هذا القرار اللي صدر له علاقة بأحالة صيدليتين إلى المحاكمة طبعا إحنا عندنا دلوقتي يعني في الموضوع ده إحنا عملناه لسببين إحنا عندنا في مزيد من الضحايا ومزيد يعني من السيادلة اللي هم يتعرضوا للعقوبات فالسيادلة زي ما حاجة تفضلت بالموضوع ده عندهم بيدوا الحوان بشكل تطوعي وظروفها لأهل والناس الجيران والناس اللي حولينا كلهم لكن إذا كان الموضوع يعرض حياة الناس للخطر وفيه ناس هتموت منهم وفيه بعض الناس هتحبس يبقى إذا الموضوع لابد من التوقف ويمكن أنا يمكن أنا تقدمت باختراح برغب من عشرة عشرة اللي فات أنا حاجة للاختراح دلوقتي يعني هنقشه مع حضرتك بس هتسمح لي أنا بس تشعر أن المسألة أن نقابة السيادلة قررت الضغط باحتياجات الناس بمعنى حماية للصيادلة ولأنهم شايفين أن القانون غير منخف بموضوع للصيادلة فبتخطوا المجتمع وراء الضغط أهو اتفضلوا احنا مش هنده حقا فرجونا هتعيشوا ازاي لا افن احنا دول أهلنا كلهم وجراننا وأصدقائنا احنا لا يمكن مزايد عليهم احنا لا يمكن مزايد على أي حد لا لا تعيس تحصل على حقود وراء الضغط سادة مصر وقفين في مواجهة وهو خط الدفاع الأول لكل الناس النهاردة احنا لا يمكن نزايد بالمرضى اللي حصل ده أنا أنا خايف على المريض قبل سيضالي أنا النهاردة لما في حلقة وفاة حصلت وأكتر واحدة واثنين وثلاثة أنا نهاردة أنا لو استمرت في الوضع ده وارد جدا أن يتعرض أي واحد تاني مريض تاني وثالث يحصل له حالة وفاة يحصل مضاعفات طب يعني أنا نهاردة حافظ على حياة المريض قبل ما حافظ على كراضة السيدالي ووضع السيدالي يعني حضرت أن تقرر أنه أحيانا السيدالي يمكن أن يتسبب في وفاة مريض؟ لا الوضع ده احنا بتقول فيه ضوابط لهذا الأمر فيه بعض الحواء يعني الجايد لينز العالمية كلها قاتل بنسلين هو الوحيد اللي ليه اختبار حساسي النهاردة المادة دي ما كنتشوف بين السلم مادة السيفو تكسيم اللي خدوها وخدوا أول يوم حقنا أنا بس عشان مفروض ما نتخل علاقش أحيانا مش عايزة دخل في القضية لكن أنا عايزة أعضح لحضرتك أن هذا الأمر يعني وارد جدا أن يحصل يعني راح وما راح في المستشفى عارة وست ساعات برضو إحنا ما يجب أن نعلى على هذا الأمر لكن وارد الموضوع يحصل يتقرر مع أي حاجة تانية يبقى أنا النهاردة لابد يبقى فيه ضوابط هذا الأمر أنا توقفت ليه يبقى فيه ضوابط قرار وزاري يخرج يقول أن أنا السيدالي يدي الحؤن ديت بدوابط السيدالي المجهزة حاصل على دورة إحنا معينة بتجهزات معينة عنده ليسنس يقدر يدي الحؤن الموجود وقت بقي صفاة تخذ قاعد هذا يحصل تنا assistance للأحفارة يمكن أن يكون لحظة إلى حاجات أيضا لدي قد في أن تحصل على خاطة لنا